موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات مساء الخير برنامج جدا اليوم يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس من السادسة حتى السابعة والنصف مساء ومع العنوين لهذا اليوم مقتل رجل الأعمال أحمد زهدي عثامني من باقة الغربي وإعلان الإضراب الشامل وعقد جلسة طارئة في بلدية باقة الغربي والشرطة تصدر أمر حضر نشر فيديو يوثق منواشات في مستشفى هيل اليافي في الخضيرة بعد إعلان وفاة رجل الأعمال أحمد زهدي عثامني من باقة الغربي إغلاق نهرين بالشمال إثرى شكوك بإصابات بمرض البكتيريا اللولبية النحيفة ومستجلمون في أنهر بالشمال يشتكون من أعراض مرضية ما هو مرض البكتيريا اللولبية النحيفة وما هي عوارض الإصابة وطرق العلاج بعد قليل سنكون في سولم للتحدث مع دكتور نسرين غانم زعبي أخصائية أمراض العدوى في قسم الأمراض المعدية في مستشفى رنبام ببث مباشر النائب نيذين أبو رحمون تبدأ بمزاولة أعمالها في الكنيسة بعد استقالة النائب السابق وعيل يونس بعد قليل سننتقل للناصرة للحديث معها ببث مباشر الشرطة تضبط طنن من اللحوم في مدينة الناصرة غير الصالحة للأكل الآدمي وظارة التربية والتعليم تصرح لم يتم إلغاء الوظائف البيتية ما مدى إقبال العائلات العربية على المكتبات لتجهيز أبنائها بالكتب والقرطسية قبل حلول السنة الدراسية مدير عام مكتبة المعتز من كفرمندا رفع الطه يجيب عن هذا السؤال وأسئلة أخرى لهذا اليوم إلى أي مدى ينشط طلاب المدارس في الأعمال الفنية في المخيمات الصيفية في الناصرة بعد قليل سننتقل إلى الناصرة للتحدث مع مدير كلية الفنون كريم شداد ببث مباشر حال فنان عماد جبارين يقوم بإخراج مسرحية صنعات الحياة التي تعالج قضايا العلاقة الزوجية والعزوبية بعد قليل سيكون معنا في الستوديو ببث مباشر هذا العنوين في برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر ونبدأ ما هو تقييم قيادة القائمة المشتركة لمظاهرة تل أبيب وماذا بعد مظاهرة تل أبيب كيف سيتم العمل لإلغاء قانون القومية ما مدى تجاوب اليسار اليهودي مع برامج وخطط العمل التي أعلنت عنها لجنة المتابعة وما مدى إشراك القائمة المشتركة في النشاطات التي تمت ما هو مستقبل العلاقات العربية اليهودية في البلاد بعد سن قانون القومية وماذا يقول اليمين الإسرائيلي بخصوص قانون القومية وإلى جانب آخر مقتل رجل الأعمال أحمد زهدي عثامني من باقة الغربي يعيد إلى المشهد موضوع جرائم القتل المستمرة في البلدات العربية هل من خطط عمل هل من برامج حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامجة اليوم النائب دوف حنين من القائمة المشتركة والنائب عبد الحكيم حاج يحيا من القائمة المشتركة ونفتلي بن سيمون مرشح الليكود للكنسة يحد اتانو كان بتقنية اليوم بعروض سلفيان على تيوي خبر הכنسة دوف خنين ونفتلي بن سيمون معمد الليكود لكنسة نسوخيخ جامي تام على الشلخات של خوكة لأوم على يخاصين بين يهودين وعרבين شلوم شلوم عرف טוב عرف טוב وسهلا بكم مساء الخير ننتقل الآن بالصوت والصورة مباشرة إلى مدينة الناصرة إذن عضو الكنسة النائب نبي نابو رحمون تبدأ بمزاولة أعمالها في الكنسة بعد استقالة النائب السابق واليونس ماذا تقول عن أزمة التناوب التي كانت ما هي المهام التي ستقوم بها وماذا تفكر عن مستقبل المشتركة وتمثيل النساء في العمل السياسي والبرلماني ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى مدينة الناصرة للتحدث مع النائب عضو الكنسة نبي نابو رحمون من القائمة المشتركة عضو الكنسة النائب نبي نابو رحمون مساء الخير النور هلا بلال لك ولجميع المستمعات المشاهدات والمشاهدين إذا في إمكانيه أخت نبي نبي نابو رحمون قرب المايغرفون على أساس نسمعك منيح إذا في إمكانيه أيها مساء الخير بلال نعم إذن يعني بالنهاية أزمة التناوب انتهت هل بدأت عضو الكنسة نبي نبي نابو رحمون بمزاولة مهمها في الكنسة نعم أزمة التناوب انتهت بلال وأنا توليت بشكل رسمي المنصب يوم الجمعة بعد استقالة النائب واقل يونس وبدأت بشكل رسمي نعم كان لك زيارة لكنسة بعد استقالة النائب واقل يونس ودخولك عضو كنسة يعني غدا ستكون لي زيارة مبدئيا الكنسة في عطلة رسمية الآن عطلة صيفية ولكن هناك حقيقة عمل خارج الكنسة يعني قد بدأت أن أقوم به هناك عمل مع الناس مع متابعة بعض القضايا فرسميا هناك عمل من يوم الجمعة توقعت عضو الكنسة فينا أبو رحمون بأنه في هذا الأسبوع ستدخلين كعضو كنسة وتبدأين بمزاولة مهمك وأن النائب السابق واليونس سيقوم بتقديم الاستقالة مثلما وعدت الحركة العربية للتغيير نعم يعني بدون شك كان هناك يعني رسالة رسمية من العربية للتغيير للتجمع حول استقالة النائب واليونس وقد تم ذلك حسب ما أرسلوه لنا وأنا الآن يعني يعني بعد كل هذه الإخفاقات دعني أقول يعني والمماطلة من المركبات المشتركة وأخيرا انتهت يعني أزمة التناوب نعم أنت تعلمين عضو الكنيسة نفينا أبو رحمون أنه طيلة هذه الفترة دائما اسمك كان يذكر في الإعلام في البرامج وأنت تعلمين مع أنه في قضية أزمة التناوب لم تخرجي بهذا الموضوع لم تخرجي كثيرا لوسائل الإعلام خلال هذه الفترة عندما تم تداول اسمك كعضو الكنيسة من خلال أزمة التناوب ماذا شعرتي يعني بنهاية الأمر نحن نتحدث عن أزمة التناوب يعني بين أحزاب وبالتالي أنا ألتزم إلى قرارات التجمع يعني في حينه وبنهاية الأمر يعني كان الموضوع مطروح على الأجندة الإعلامية بشكل قوي لأنه كان موضوع حقيقة يعني يشغل الناس أيضا ليس فقط الأحزاب على مستوى المركبات السياسية يعني وبالتالي كان الموضوع مطروح بقوة يعني كان هالعمل السياسي فيه مفاجآت حقيقة وكان الواحد دائما بيكون مستعد يعني لهيك يعني محطات سياسية وبنهاية الأمر يعني ما حدث في أزمة التناوب أو في كل موضوع التناوب كان يمكن أن يكون بشكل آخر الصراحة ويعطي رسالة مختلفة للناس ويعطي يعني رسالة مختلفة حتى للعمل المشترك ولقواعد العمل المشترك بين المركبات السياسية ولكن نحن اليوم يعني أيضا ما بعد التناوب أمام مرحلة سياسية يعني صعبة ليست سهلة تحتاج مننا إلى وحدة الصف تحتاج مننا إلى وحدة العمل المشترك أمام هذا التصعيد الإسرائيلي ما بعد قانون القومي اللي هو عمليا تكريس لسياسات إسرائيلية التي تحاول يعني محاصرة الفلسطيني محاصرة العمل يعني السياسة وبالتالي يعني هذا يتطلب مننا يعني وحدة الصف حول خطاب يعني موحد حول مشروع يعني موحد يحاول أن يطرح يعني تحديات أمام يعني إسرائيل خصوصا بعد أن كشفت عن نفسها كنظام كولونيالي واضح في هذا القانون نعم عضو الكنيسة تفين أبو رحمون هل باعتقادك أزمة التناوب التي كانت يعني انتهت الآن بدخولك للكنيسة هل سببت أزمة ثقة بين الجمهور العربي هنا في البلاد والنواب العرب في القائمة المشتركة يعني قد يكون بالفعل بلال أنه شكل يعني إشكالي لدى الناس لأنه الموضوع يعني كان مطروح على مدار سنة كاملة اللي كان ممكن أنه إحنا يعني نحله بساعات لمجرد احترام قواعد العمل المشترك والالتزام بالاتفاقيات ولكن يعني أكرر بلال أنه اليوم نحن بأمس الحاجة إلى يعني تعزيز عملنا المشترك إلى إصال رسالة يعني وحدوية إلى الناس اللي تعيد أيضا الثقة بنا كقيادة وطنية تحمل خطاب وطني ويعني أهم رسالة كانت في المظاهرة مؤخرا التي عبرت بدرجة معينة إلى أداء سياسي موحد في قرار المتابعة لمحاولة المشاركة في المظاهرة في تل أبيب لإصال رسائل يعني سياسية واضحة حول المرحلة السياسية التي تحتاج منها يعني تحسين ويعني تصويب أداءنا السياسي تجاه كل هذا التطور عضو الكنيسة فينا أبو رحمون هل هناك رسالة معينة يمكن أن توجهيها أنت تعلمين كان استقالات متتالية حتى انتهت هذه الأزمة ودخلت للكنيسة هل توجهين إذا أحببت طبعا رغبت بأن توجهي رسالة معينة إلى كل النواب الذين استقالوا وبالتالي دخلت عضو الكنيسة فينا أبو رحمون للكنسة هل توجهين أمرا ما طبعا يعني أولا يعني نحن نحترم ونقدر كل شخص بشكل شخصي والأمر هو ليس شخصي بالمرة هي قرارات لأحزاب وكل شخص فينا يلتزم بقرارات أحزابه يعني اليوم أنا أيضا سفيرة للتجمع في القائمة المشتركة ولكن بدون شك سأعمل جاهدة على أن يكون صوتي عاليا حول قضايا تخص كل أبناء شعبنا وكل شرائح شعبنا وقضايا التي هي متلاحمة مع هم مجتمعنا وهم الناس بالمجمل عضو الكنيسة فينا أبو رحمون من القائمة المشتركة شكرا جزيلا لك شكرا 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 بلال ونرجع هنا لضيوفنا في برنامج هذا اليوم نفتلي بن سيمون مرشح الليكود لكنيسة النائب دوف حنين من القائمة المشتركة والنائب عبد الحكيم حجيحية من القائمة المشتركة אני מתחיל איתך חבר הכנסת דوف חנין אז ההפגנה בתל אביב ועדת המעקב מה ארגינה? איך אתה מעריך את ההפגנה הזו? ההפגנה הזו הייתה הפגנה חשובה והייתי אומר גם הפגנה היסטורית אני הייתי בהרבה הפגנות בחיים שלי אבל ההפגנה הזו היה במשהו מיוחד היא הייתה הפגנה המונית גם של אלפים רבים של אזרחים ערבים פלסטינים וגם של אלפים רבים של יהודים שבאו מתל אביב וממקומות אחרים בארץ זו הייתה הפגנה משותפת עם הרבה מאוד כוח ועם מסר מאוד מאוד חזק אני דיברתי עם הרבים מהמשתתפים בהפגנה הזו שאמרו לי שזו הייתה אחת ההפגנות החשובות שהם משתתפו בהם בחיים וזו הייתה הפגנה חשובה כי היה לה מסר חזק, היה בה הרבה מאוד כוח והיא הייתה התחלה של מאבק ציבורי בנושא שהוא מאוד מאוד חשוב תראה המאבק הזה נגד חוק הלאום לא הולך להיות מאבק קצר אנחנו נהיה לנו מאבק בכנסת בכנסת צריך להגיד ביושר שהמאבק שלנו למרות שהתוצאה הייתה לא טובה חוק הלאום עבר, אבל הוא עבר ברוב קטן 62 בעד החוק, 55 נגד ושניים נמנעו ושניים נמנעו חוק שהתכנון היה שיעביר אותו ברוב עצום עבר כמעט על חודו של כל זו נקודת התחלה לא רע למאבק ציבורי שצריך להתחיל אותו וההפגנה בתל אביב הייתה התחלה מצוינת אז נפתלי בן סימון, תמיד עוקבים יחד אתך מה שקורה גם כן ברכשה או משרדי הממשלה סביב חוק הלאום השאלה שנשאלת ואתה יודע אם אני עכשיו מזכיר את העדה הדרוזית היא מתנגדת לחוק הזה, לחוק הלאום גם כן בכפרים הבדואים מתנגדים לחוק הזה והנהגה הערבית, מהרשימה המשותבת ועדת המעקב אז כולם לא צודקים וראש הממשלה צודק? לא הייתי אומר את זה אבל בואו נעמיד דברים על דיוקם בשבת לפני ההפגנה הזאת הייתה הפגנה של הדרוזים והם דיברו על זכויות אזרחיות ועל תחושות ועל רגשות ועל כל מיני דברים כאלה כאשר תחת כותרת אחת יש לנו מדינה אחת מדינת ישראל בהפגנה הזאת אני, הכוונות שלה אולי היו טובות זכויות אזרחיות מה שיצא בפועל שאני שומע פה ואני מקבל שהידים ברוח ובדם נבדי את ירושלים נעשה כל מיני דברים אם זאת הפגנה של זכויות לאומיות אז ההפגנה הזאת נכשלה אם זאת הייתה הפגנה שנשארת במתחם של הזכויות האזרחיות שצריך לצמצם את הפערים להשקיע יותר זה בקשר להפגנה אבל מה בקשר לחוק הלאום? אולי בלה את הרוח ואתה יודע ייתכן שהיו סיסמאות וקרזות וכל זה עכשיו ספציפית עניינית חוק הלאום מה אתה אומר על החוק הזה? חוק הלאום זה החוק שנועד בשביל שכל יהודי בעולם ידע מהי מדינת ישראל גם יהודי וגם ערבי וגם נוצרי וגם צרפתי וגם גרמני וגם כולם כנראה שלא יודעים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית אבל זה מעוגן במגילת העצמאות כן אבל אתה יודע מה? מגילת העצמאות מגילה גם כן עקרונות של שוויון של גבוד האדם אבל החוק הזה שותר את מגילת העצמאות יש לכל מיני מדינות וכל מיני ארגונים שבוחשים בפוליטיקה הישראלית שמנסים לטשטש את הזהות היהודית הזאת בוא ראש הממשלה ואומר חברה בוא שלא נתבלבל זה מיועד להרבה מאוד אנשים בחוץ מאשר בפנים זאת מדינה יהודית הלאום הוא יהודי ודמוקרטית איך אתה מסביר מר נפתלי בן סימון שהיידיד שלך אתה יודע חבר הכנסת בני בגן נמנע הוא לא הצביע בעד החוק הזה ומה הוא אמר? אני מטריע לא להצביע לחוק הזה כי זה מראה יותר לאומנות מאשר לאומיות מה אתה אומר? הוא חבר בליכוד אז א' החוק הזה התקבל ובסופו של דבר היה לו רוב הוא התקבל יכול להיות שיהיו תוספות או שינויים או כל מיני דברים כדי מה שנקרא לסגור הרמטית את התפיסה הזאת אבל בלב של החוק הזה אי אפשר לטעות שלא נתבלבל השם הפרטי זה מדינת ישראל ושם המשפחה זה יהודי מה המדמוקרטיה? לא שלך יש קוראים בילל שלה אתה ולא דוב חנין זה בסדר גמור מדינת ישראל וירודי אוקיי את הפן האזרחי אתה הזכרת מדינת ישראל את הפן הדתי הלאומי היהדות אתה הזכרת אבל מה עם הדמוקרטיה? זאת המדינה הכי דמוקרטית בעולם זאת המדינה שבה המיעוטים פה מסגשגים ופורחים הכי הרבה בעולם אין אך ורע להצלחה של המיעוט כאן לעומת מיעוטים אחרים בעולם הלוואי מזה היה קורה בצרפת באנגליה בגרמניה יש להם מה ללמוד מכאן נפתלי תרשה לי בילאי שאלה כל איזה דמוקרטיה שלא נתבלבל זאת המדינה הכי דמוקרטית בעולם האם אתה מכיר מדינה דמוקרטית אחת בעולם שראש הממשלה שלה ביום הבחירות עולה לשידור ומזהיר את הציבור שאזרחים בני המיעוט הלאומי במקרה שלנו ערבים עושים את הדבר האלמנטרי באים להצביע בבחירות והוא אומר הערבים נוערים להצביע בבחירות שמעת פעם באיזושהי מדינה דמוקרטית בעולם שמעת באיזושהי מדינה אתה יודע הסיסמה הזו הצהרה הייתה מפי ראש הממשלה ‫אתה פעם שמעת הראש הממשלה ‫צרפתי שאומר שימו לב האזרחים היהודים הולכים להגביע. ‫רק תשובה קטנה, לפעמים מתבלבלים. ‫נתניהו הוא לא מורה לספרות או להיסטוריה או לפילוסופיה, ‫הוא פוליטיקאי. ‫אמר את מה שאמר כאיזשהו... ‫אז הוא חוקק את חוק הלאום ‫כי זה משרה את אותו פוליטית? ‫לא. ‫אתה אמרת פוליטיקאי. ‫לא. לגבי הצרה שהייתה בבחירות. ‫כאן זה כבר תהליך של שנים ‫שציפי ליבני הייתה אחת מהעמודה. ‫אתה ושלום... ‫אני ממשיך אותך. ‫שחוק הלאום הוא חוק שמאגד את כל ‫מי שרואה את טובתה של המדינה. ‫אני אבא עבדל חכים חגייה. ‫אז על מظהר, מظהרת על מותאבה. ‫אתה עודו כנסת ‫פיל קאמה על משתרקה. ‫אנתחת על מظהרה. ‫ולכן אלען. ‫לכל יסאל, ‫מזה بعد هذه על מظהרה? ‫مظהרה תל אביב. ‫אוולן, مظהרה תל אביב ‫كانت مظاهرة جبارة. ‫كانت مظاهرة تاريخية. ‫وحسب رأي هذه المظاهرة. ‫يعني عملياً تاريخ فارق ‫في حياة الجميع العربية. ‫وخاصةً مع الكوة والشراصة ‫التي تكون فيها اليمين. ‫ضد العرب في هذه البلاد. ‫والشراصة اللي هي بكوة ‫محاولة عزل كل ما هو عربي ‫في هذه البلاد. ‫بتداء من اللغة وابتداء من الحق ‫في المسكن. ‫من الأبتداء من الحق في التقرير المصير. ‫من الحق في المساوى من الحق ‫في الديموقراطية. ‫كلها طبعاً تركها هذا القانون. ‫وخاصةً إنه لم يذكر ‫المواطنين العرب بجملة واحدة. ‫لم نذكر. ‫القانون هذا لم يذكر ‫المواطن العربي فيه. ‫ولكن خطواتنا القادمة. ‫سألت عن الخطوات القادمة. ‫نعم. ‫بدأنا الخطوات ‫في الأك 제품 ... ‫في آخرها كان مظاهرة، في عنا تواصل مع الأمم المتحدة في عنا تواصل مع الاتحاد الأوروبي في عنا وصلنا لمرحلة أنه اللجنة الأخلي هذا خارج حدود الدولة ماذا هنا عمبي بالدولة شو يشوفي نعم إسأل السؤال استنى جواب محل تغطب أنت بس هون يحطينا نجاول يحطينا نجاول يحطينا نجاول يحطينا نجاول الفكرة هي أنه إحنا الخطوات مستمري مهم جدا أنه شعبنا لما طلع بهذه الألاف وعشرات الألاف اللي طلع للمظاهرة هو فيهم خطورة هذا القانون لهذا السبب متوقعاتنا أنه كل خطوة نكون فيها سواء في المشتركة أو في سلطاتنا المحلية أو في لجنة المتابعة راح يكون إلها الصدى وإحنا مستمرين في النضالة منه سياسيا بالتواصل مع أحزاب أخرى ومنه عمليا في الشهر سأستمر مع كانيمة مشيخ تخيم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل وأيضا سنكون مع موضوع جدا يهم المشاهدين والمشاهدات موضوع البكتيريا اللولبية النحيفة مستجمين من الشمال توجهوا للمستشفيات لتلقي العلاج سنكون مع هذا الموضوع نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل عدنا من الفاصل إغلاق نهرين بالشمال إثرى شكوك بإصابات بالبكتيريا اللولبية النحيفة ما هي هذه البكتيريا؟ ما هي عوارض الإصابة بالمرض وطرق العلاج؟ ننتقل بالصوت الصورة مباشرة إلى سولم للتحدث مع دكتور نسرين غانم زعبي أخصائية أمراض العدوى في قسم الأمراض المعدية في مستشفى رنبام دكتور نسرين مساء الخير مساء الخير أهلين نعم دكتورة نسرين وفق المعلومات لدي عدد من المستجمين حتى من بداية شهر سبعة من واحد سبعة اللي كانوا في مناطق استجمامية بمحاذاة أنهر أو أنهر أو بيرك في منطقة الشمال لن نعدد هذه المناطق توجهوا للمستشفيات إطرى شكوك لعوارض مرضية معدية هناك شك حتى الآن شك وليس يقين أنه ربما أصيبوا بعدوى البكتيريا اللولبية النحيفة ما هي هذه العدوى؟ بداية دعني أحدد بشكل خاص عندما نتحدث عن بكتيريا اللولبية نحن نتحدث عن فصيلة أو عائلة من البكتيريا التي تسبب أمراض مختلفة لدى البشر ما يدور الحديث عنه بشكل خاص في الأيام الأخيرة تحديدا هو ما يعرف بداء البرياميات أو الليبتوسبيروزيز باسمه العلمي وهو بالفعل يسمى بذلك عزوة أو نسبة لشكل البكتيريا اللولبية أو المبروم إذا كمان نعرفه بالعامية وهو مرض اللي يسبب ناتج عن بكتيريا اللي يصاب بالعدوى البناء آدم فيها أو البشر عن طريق مياه ملوثة بشكل عام من بول وإثرازات من حيوانات مصابة بالعدوى بهاي البكتيريا عامة نحن نتحدث عن القوارض الفئران الجردان وفي بعض الحالات نتحدث عن الأبقار وعن المواشي هاي هي المسببات أو المسبب الأساسي لهذا الداء يعني المقصود دكتورا نسرين هل يعني هاي المواشي أو الحيوانات المقصود إيش؟ يعني أخرجت بولت في هذه الأنهور هل مقصود أن هذه الحيوانات أو المواشي ماتت والجيفي أو الجثي كانت موجودة في النهر؟ شو السبب بالتحديد؟ بشكل عام يعني هي هاي الأسباب جميعا أعتقد البكتيريا تتواجد بتركيز كبير في الكلا لدى الحيوانات المصابة ولذلك أكبر تركيز لها موجود هو في البول فكل ما يلوث البيئة في هذا البول من الحيوانات المصابة اللي مش بالضرور أنها حيوانات بيتي حتى مش بالضرور أنها حيوانات لإلها أي ععراض للمرض يقوم تلوث بنهاية الأمر البشر من مياه وديان حتى تراب ووحل وما إلى ذلك نعم الآن ما هي العوارض دكتورة؟ العوارض في بدايتها تكون عوارض يعني غير خاصة هي عوارض مشتركة لأمراض معدية أخرى مثل الارتفاع الحام القشعريرة ألم بالرأس ألم بالعضلات الجسم هناك يتحدثون عن أحد العلامات اللي وكأنها خاصة بشكل مميز هي الإحمرار الموجود في العينين اللي ممكن يكون لدى المريض هو حقيقة مش بالفعل مش يعني واحد من الأعراض الخاصة تماما ولكن يعني يمكن أنه نشاهده أيضا بهذا المرض إذا تم تشخيص المرض بالمرحلة المبكرة لا تكون هناك يعني علامات اللي هي خاصة في هذا المرض ولكن إذا تم تشخيص المرض في مراحل يعني متقدمة عند حروط عند حدوث الأعراض أو المضاعفات للمرض في هيك حالات ممكن أنه نشاهد الأعراض اللي هي متعلقة بالمضاعفات المضاعفات الأساسية للمرض موجودة ممكن أنها تكون بالفعل خطيرة واحد هي الفشل الكلوي والاثنين هي إصابة بالكبد فممكن تكون الأعراض لها علاقة بالسفرة أو اسفرار الجلد والعين في حالة إصابة الكبد في حالات جدا يعني نادرة ولكن بالفعل صعبة جدا ممكن يكون فيه نازيف على الرئتين أو حتى التهاب سحايا يعني أنت تقولين دكتورة إذا تم الاكتشاف المبكر هناك علاج ويمكن لهذا المريض أن يخرج من هذا المرض ولكن إذا تم الاكتشاف متأخر هناك مشكلة حقيقة يعني زي أي مرض آخر إذا تم اكتشافه في مرحلة اللي هي فيها حدثت وظهرت المضاعفات يصعب علينا العلاج العلاج موجود أيضا للحالات الصعبة وبالفعل يعني شفنا حالات صعبة سابقا حقيقة سابقا كنا نشاهد الحالات هاي بالأساس من مسافرين عائدين من دول استوائي ومن دول شبه استوائية حتى بحالات صعبة يعني تم علاج هوا مشافات المريض بنهاية الأمر ولكن بالفعل يعني اكتشاف المرض بشكل مبكر يسهل العلاج يعني نعم دكتورة نسرين غانم زعبي أخصائيات أمراض العدوى في قسم الأمراض المعدية في مستشفى رنبام شكرا جزيلا لك شكرا عفوا النائب عبد الحكيم حاجيحي ندرجع لنقطة نعم أنت ذكرت قضية المنتديات الحقوقية والدولية وأنا أعلم حتى النائب دكتور يوسف جبارين قدم باسم المتابعة والمشتركة أيضا شكوى للأمم المتحدة أنا سؤالي الآن المظاهرة كانت في نصف الأبيب وأحدثت أيضا صدى في وسائل الإعلام العبرية كان هناك رد أيضا من رئيس الحكومة في نفس اللاهيلي أنا سؤالي لكم أنتم في القائمة المشتركة شو الخطوات اللي بك تعملوها العملية والفعلي هنا في الداخل يعني اللي يكون لها أيضا أثر على الحكومة الإسرائيلية أولا الخطوات هي لا تكون فيها المشتركة منفردة ولا تكون فيها المتابعة منفردة إنما هي تحت مظلة لجنة المتابعة كل القرارات حتى أنه نكون أكبر إطار وأوسع إطار للجماهير العربية يكون في أي موقف بنكون فيه أو أي قرار بنكون فيه هذه القضية إحنا في عنا عدة خطوات بقى كسم أعلن عنها وكسم لم يعلن عنها حاليا في عنا المجلس الوطني لعرب أو الفلسطينيين الداخل سيكون خلال الأشهر الكريمة فيه تنصيق وعمل لأنه يكون إضراب شامل عام لكل الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الضفة أو في غزة أو حتى في الشتات لأن هذا القانون يمس الجميع في عنا استمرار العمل مع الأحزاب الأخرى والتواصل وفي عنا خطوات أخرى إضافية اللي بتكون في سلطاتنا المحلية وفي الشارع العربي اللي ممكن تستمر في هذا الاتجاه ولكن في قضية اللي هي مهمة في بداية حديثه بن سيمون تحدث عن الكتيل والدم والشهداء على كرزوت أومير شيئتا شمعتك أومير توقع أفغانا تمدين عربي الرسالة اللي كانت واضحة لمظاهرة تل أبيب كانت يلغى قانون الأبرتايد العنصري ما يسمى قانون القومية هذه هي الرسالة المركزية اللي كانت وهذه هنا في مجموعة صغيرة بتقول شعار هناك شعار الرسالة اللي وصلت رئيس الحكومي ولكن رئيس الحكومي أراد أن يتهرب منها ويستمر بالتحريض ضد العرب في هذه البلاد فراح يتحدث في هذه ما حدا تحدث عن شهداء ما حدا تحدث عن الكلمات اللي فصروها كذب يعني كذب גם כן אי אפשר לשלוט בכל מה שקורה בהפגנה המונית כזו אני שאלה תהילך את חבר הכנסת דוב חנן בקשר לחוק הלאום התקיימה ההפגנה הזה בסדר גמור הייתה תלונה גם כן לנציג האום בכל מה שקשור לחוק הלאום עכשיו האם יש לכם אתם חברי הרשמה המשותפת פט אום בשיתוף פעולה עם ועדת המעקב או ועד הארצי לרשויות מקומיות האם יש תוכנית כלשהי אופרטיבית שניתן לבצע אותה ההלכה למעשה ויש את המשאבים לבצע אותה בוודאי יש לנו תוכנית והתוכנית הזאת צריכה להיות תוכנית של מאבק לטווח ארוך קודם כל צריך להבין אנחנו נפעל בכל הזירות גם בחוץ לארץ גם בכל מקום הזירה פה בארץ היא זירה גורלית היא קריטית בסופו של דבר את החוק הזה אנחנו נשנה בגלל השינוי שאנחנו נעשה כאן בארץ ונעשה הפגנות ונעשה פעילויות אני אתן לך דוגמה של פעולה שנעשתה בתל אביב ולא זכתה להרבה תשומת לב אבל הייתה פעולה מדהימה בכיכר מרכזית בתל אביב עשינו את שיעור הערבית הכי גדול בהיסטוריה אלפיים תל אביבים באו לשיעור ערבית שהיה בכיכר אם הכוונה של חוק הלאום הייתה לדחוק הצידה נכון אם הכוונה של חוק הלאום הייתה לדחוק את השפה הערבית הצידה אנחנו נחזיר את השפה הערבית ונשים אותה במגרש המרכזי אנחנו נאבק נגד חוק הלאום בהפגנות בהכנסת השפה הערבית בפעולות ציבוריות באקדמיה בכנסים ציבוריים אני רואה את המאבק נגד חוק הלאום כמו המאבק נגד הממשל הצבאי המאבק נגד הממשל הצבאי לקח 18 שנים לא ויתרנו, התעקשנו יצרנו שיתופי פעולה מאוד רחבים אפילו עם תנועת חירות של מנחם בגין, שיתפנו פעולה לא אני, קודמי, נגד הממשל הצבאי ובסוף ביטלנו אותו אותו דבר, חוק הלאום יבוטל מר נפתלי בן סימון אתה דוגל ביחסי יהודים הערבים ואתה פעלת למשך השנים בפן הזה על מנת לחזק את הקשרים בין יהודים וערבים, אתה לא חושב שחוק הלאום שההלכה למעשה תקרא את כל הסעיפים שקיימים בתוך החוק אין זכר לבני מעוטים אין זכר לערבית, אפילו הערבית שהייתה לפני חוק הלאום שפה רשמית, עכשיו שפה מיוחדת אתה לא חושב שחוק כזה בוגע קשות ביחסים בין יהודים וערבים כאן במדינה? לא, החוק הזה נועד כדי שהיהודים בכל העולם יזכרו מהי מדינת ישראל ויש לנו חשש מאוד סביר, שיש יהודים בעולם שחושבים שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית אלא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה כמו דוב חנין וכמו אחרים אנחנו לא מעוניינים שזה יקרה אבל יחד עם זאת אין שום פגיעה ולא תהיה פגיעה, לא במעמדה מיוחד של השפה הערבית אני דוגל בדוקיום, אני פועל רבות למען הדבר הזה, עוד מהמייק לסטודנט באוניברסיטת חיפה ואני חושב שיש הרבה מה לעשות בכל מה שקשור במחאה בעניין של זכויות אזרחיות אני אלחם לצידם של כל מי שרוצה שמיון מה השתנה מהסקום המדינה מהסקום המדינה 1948 70 שנה, מה השתנה עכשיו? מה הדבר הכי, בוא נגיד הכי חיוני הכי חשוב שדחף את ממשלת ישראל על מנת לחוקי חוק הלאום 70 שנה, הכל בסדר גמור מגילת העצמאות אתה יודע, חוקי היסוד חוק היסוד הגבוד האדם וחירותו חוק היסוד חופש העיסוק אז מה השתנה עכשיו? זה פשוט רק כדי לסגור את המעגל הזה של כל חוקי היסוד לקראת חוקה שאני מקווה שתגיע לישראל בקרוב והחוקה הזאת תהיה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי והיא מדינה דמוקרטית שמכבדת את המיעוטים שואפת לשוויון ותשמור עליהם כבבת עינה ואני אומר לך זכויות של מיעוט ערבי דרוזי, צ'רקסי, נוצרי היו אותן זכויות כמו של היהודי חוץ מאשר חוק ההשבות ולכן מעבר לזה אפשר להירגע אפשר מכאן לראות איך אנחנו מצמצמים פערים מגשרים בין הפערים וולכים לדוא קיום המתי בין יהודים לערבים במדינת ישראל نعم, إذن هذا بموضوع قانون القومية ولكن يهمني أنا أسمع حتى في قانون القومية يهمني أنا أسمع ملك النائب عبد الحكيم حاجيحية بموضوع اللغة العربية في داخل قانون القومية أنا استضفت في الأمس شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي يقل السنة المقبلة يعني يستخدمه العربي نعم في يعني توجه معين في خطط عملي واضح أنه أولاً القرار هو قرار لجنة المتابعة في إحدى جلساتها وطبعاً في اللجنة التي تابعة لجنة الأول منبثقة عن لجنة المتابعة هي لجنة التعليم التي عراسها شرف حسان طبعاً هي موكلة في هذا وفي عنا مؤتمر لجنة اللجان الأباء في الوسط العربي سيكون يوم الخميس القريب في الطيبة اللغة العربية ليس خايفين على موقع اللغة العربية اللغة العربية كان فيه هنا احتلالات كثيرة لهذه البلاد ولغات غريبة وبقية اللغة العربية ولكن المساس في اللغة العربية هو المساس بمتكلميها هو جزء من إنحاء جانباً كل العرب الموجودين لأنهم لم يذكروا في هذا القانون فقضية اللغة العربية في عنا خطوات نحن في عنا بقرارات المتابعة إنه التوجه لسلطات المحلية العربية إنه تسن قوانين مساعدة كل سلطات المحلية العربية إنه الكارمات اللي تكون في البلاد تكون في اللغة العربية اللغة العربية كما قلت الرسمية تبعتها نرجع نكتب كل بروتوكولات الجلسات عنا والمراسلات الداخلية وحتى المراسلات مع الحكومة اللي مش معجبه يجيب مترجم ويترجم من اللغة العربية اللغة العربية لا يمكن أن يؤماس بها ولكن هناك قضية إضافية مهمة جداً لأنه في حدث اليوم قضية موضوع الاستيطان التي تحدثوا عنه اليوم المجلس المصغر للبناء السكن كان فيه عنده قرار إقامة عدة بلدان جديد إحداها على احتياط الأراضي الصغيرة الباكية لقرية طرعان هناك بدهم يكيموا أخرى بلد عملياً ليس بدهم يوسعوا خوارة هيكلية لطرعان والبلاد العربية هذا موضوع ممكن متنوى متوسع هذا الموضوع طرح كذا مرة إقامة هذه البلدات ولكن اليوم الجلسي قرر بهذا الموضوع اليوم بعد ما أجق القانون فقضية تخبر مرة أنه نحاول نقول كل شيء تمام لماذا لا نحط كل شيء تمام في القانون ممتاز خبرى كنسة دوفخنين 32 نيوت أنا مسيام أقول ياشأنا شيء قانون أفعلوا إليها وأمروا لي تشאל את חברי הכנסת מהרשמה המשותפת למה לא מקימים חברי הכנסת מהרשמה המשותפת או הלמיכאה מול כנסת או ברחבת כנסת ישראל נגד החוק הזה זה צעת אופרטיבי יש הרבה דברים שצריך לעשות אנחנו נהיה תקועים בכנסת כמו עצם בגרון לכל הגזענים גם נעשה אוהלי מחאה גם נעשה הפגנות גם בתוך הכנסת נילחם אנחנו לא ניתן להם רגע מנוחה מאיתנו שוקרן שזילן לקום תודה רבה לכם תודה לא יהיה אומר אוהלי מחאה כי הציבור הערבי בכלל לא מבין שלאום זה יהודי וזכויות שוות נחרוג الآن לפاصل من ثم נעוד ונוاصל أيضاً مع هذا الموضوع ولكن من جوانب أخرى كونوا معنا עדنا من الفاصل ماذا تقترح الآن لجنة المتابعة بخصوص قانون القومية وماذا تقترح القائمة المشتركة ماذا عن القيادات التربوية والشعبية والجماهيرية بهذا السياق أستضيف معي هنا في برنامج جزاء اليوم إبراهيم حجازي رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية ورئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة ودكتور أثار حاجيحية الباحثة الأكاديمية والمحاضرة في كلية بيت بيرل أهلاً وسهلاً بكم دكتور أثار أهلين فيكي والأستاذ إبراهيم أهلين فيك نعم إذن أخي إبراهيم أنت رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة تابعت وكبت وأنا كنت حتى بتواصل معاك قبل المظاهرة للاطلاع على التفاصيل وكل هذه الأمور الآن أنا بدأ أسمع منك تقييمك للمظاهرة التي كانت في تل أبيب هل ما تم إقراره في داخل لجنة المتابعة تم تنفيذه على أرض الواقع في داخل تل أبيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية حالة الغضب العارم التي كانت عندها الجمهور وما زالت في الداخل الفلسطيني إثر هذا القانون الفاشي العنصر التي سنته الحكومة اليمنية الفاشية هذه حالة الغضب يعني كانت مصاحبة في البداية مع رغبة في أنه افعلوا كذا من دون أن يتحرك الجمهور نجحنا خلال أسبوعين بفضل الله عز وجل ومن خلال أدوات عديدة أن نحرك حالة الغضب إلى فعل والفعل الأول والأكبر الذي كان هو أن شارك عشرات الألاف في هذه المظاهرة التي كانت في تل أبيب وهذا الفعل أو هذا العمل ليس مفهوما ضمن يعني كان في الخلفية عمل تنظيمي جمهيري شعبي شارك فيه مئات الناشطين والأكاديميين واللجان الشعبية السلطات المحلية الأحزاب كلها مجتمعا معا حتى وصلنا إلى وضع كانت هذه المشاركة الحاشدة الكبيرة في قلب تل أبيب الآن أخي الكريم اتخذنا هناك جملة قرارات في لجة المتابعة وكان على رأسها أن نبدأ بهذه المظاهرة سبقها الوقفات الاحتجاجية وسيطبعها طبعا خطوات عديدة يوم الأربعة في عنا اجتماع تقييم وسنحدد بعض الخطوات الأساسية النوعية التي ستوصلنا إلى مؤتمر الجماهير العربية التي سيكون نهاية العام من خلاله سنحدد البوصلة الرؤية السياسية الوطنية التي سنجدد من خلاله التعاقد مع ابناء شعبنا نقول لهم هذا هو مشروعنا الذي نريد أو كيف نريد أن نكون خلال عشر سنوات تعالوا معا نحقق هذا المشروع بأدوات يعطيك العافية أنا بعرف أنك مسكت ملف الذي هو كبير لليوم أنت ماسك هذا الملف رئيس لجنة العمل الشعب في لجنة المتابعة وتبعت التنظيم المظاهرة وهي مسؤولية كبيرة ولكن كما وصلني معلومات طبعا وانت بتعرف أنه مش كل مركبات المتابعة التزمت بقرارات لجنة المتابعة حتى في قضية رفع الإعلام الفلسطيني هل في منه؟ على مستوى المركبات على المستوى الرسمي لا كان هناك فيه التزام طبعا الذي رفع العالم الفلسطيني العالم الفلسطيني والعالم الفلسطيني يشرفنا رمزنا على هذا فيش نقاش في الجدال السؤال هل نرفع العالم في هذه المظاهرة أم لا حقيقة كان فيه هناك نقاش نعترف أن هذا النقاش كان طويل وصلنا في نهاية الأمر إلى أننا نريد أن نتوحد من خلف الشعرات المركزية التي كانت في المظاهرة وذلك لسبب واحد ووحيد ومباشر قلنا أن القانون كارثي حددنا الاستراتيجية قانون كارثي الهدف إسقاط القانون الاستراتيجية خلق اتلاف واسع حتى يسقط هذا القانون هذا القانون تم سنه في الكنيسة في الكنيسة كانت 62 عقبال 55 حتى يسقط هذا القانون هناك فيه أكثر من استراتيجية واحد منها الشعبي لكن هناك الضغط الدولي وفيه هناك العمل البرلماني وفيه هناك القضاء كلها نفعلها معا بالنسبة للعمل الشعبي العمل الشعبي سيوحد حوله اتلاف شامل حتى ننجح في ذلك أخي الكريم كنا أن الشعرات يجب أن تكون قادرة موحدة بدون رفع عادة قادرة أن تخاطر الجميع وكنا قدرنا حتى المجتمع اليهودي الإسرائيلي حتى المجتمع اليهودي حتى المجتمع اليهودي بالتالي حتى يسقط هذا القانون أنا أريد أكثر من نصف اليهود حتى يسقط أنا أريد أن ألعب سياسة أنت تقول كلها لعب سياسي إسرائيل عم بتلعب عالم كله سياسي نعم أجل وقت أننا كمان نعرف أن نلعب سياسي نعم ماشي حلو ويجب حبنا لفلسطين وحبنا لهذا الوطن الكبير يجب أن ينقلنا من مرحلة المراهقة إلى مرحلة النج والذين لا يجدون لعب السياسي عليهم أن يسألوا أنفسهم ما الذي أفعله في سياسة متغيرة وفي واقع إقليمي طاحن يطحن كل الشعوب تحت إمرأة من؟ إمرأة رغبات محصورة بين غرب متمثل بولاد المتحدة وبين إسرائيل وغيرها فنحن بين هذين القطبين نتحرك هل من الصحي أن نبقى متحجرين وتمسكين ببعض الأمور التي هي بديهيات؟ وأنا أريد أن أسمع منك دكتور أثار حاجة لكما يقال المظاهرة كانت مظاهرة حاشدة في قلب تل أبيب ولكن إذا في عندك بعض القراءات كنت أقول لهذه المظاهرة التي أنجزت ونسمعنا من الأخ إبراهيم أنه في خطوات مستقبلية بس أريد هذه القراءات أسمع منك أولا نبدأ بالشيء المفرح الشيء الإيجابي الاستجابة الجماهيرية بهذا الحشد والكم والعدد الكبير للجمهور هي ليست مفهومة ضمننا عندما نتحدث عن الأقلية العربية داخل إسرائيل نحن نلاحظ في كثير من الأحيان أن القيادة تدعو إلى شيء والجمهور موجود في أعلى مآخر لا يوجد هذا التزاوج أو الاتفاق أو الاستجابة بين القرارات السياسية والاستجابة الجماهيرية هذا شيء مفرح كان ما أفرحني أيضا أو ما أثار إعجابي الرقي التعامل الراقي في المحاضرة لم تكن هناك أي احتكاكات كانت هادئة أيضا الشعرات التي ألقيت كانت مدروسة كان هدفها أن تخاطب الخطابات والشعرات والهتفات أيضا كانت مدروسة بمعنى أنها كانت توجه إلى الجمهورين العربي واليهودي على حد سواء وهذا شيء إيجابي لأننا لا نريد أن نخاطب أنفسنا فقط نريد أن نوصل رسائلنا إلى الجانب الأخرى إذا أردت أن تشير بإصبعك على نقطة معينة للدراسة للدرس شو من هذه المظاهرة قضية الخلاف ألاحظ أن أبسط الأمور تثير زوبعة أحيانا زوبعة في فنجان قضية الخلافات حول قضايا ربما تكون صغيرة وتفاصيل صغيرة بالنسبة أيضا أمر آخر بالنسبة للرفع الأعلام الذي تمسك به الإعلام الإسرائيلي وناسيا أو ضاربا عرض الحائط الهدف المركزي والجوهري من المظاهرة والتمسك بفقط رفع الأعلام أنا لا أرى أن هذه الأعلام تهدد أو تشكل خطر على الدولة ولكن من جانب آخر أطرح تساؤل هناك أهداف معينة وهناك وسائل تلائم كل هدف يجب أن ندرس أولا وهذا ما طرحه الأخ إبراهيم الآن نعم يجب أن ندرس أولا الهدف ثم نبحث عن الوسيلة الملائمة لتوصيلنا إلى هذا الهدف الذي نصب إليه ولكن بالنسبة لرفع الإعلام أنا من وجهة نظر الشخصية لم تكن هذه الوسيلة تحقق الهدف الذي نصب إليه فيه جذب الشارع اليهودي الإسرائيلي وحتى لعب اللعبة السياسية بحكمة نعم بالضبط عرفنا مسبقا أن الإعلام الإسرائيلي سيتمسك بهذه الأعلام وينزر وهذا اللي صار وهذا ما تمسك به نتنياهو وحاول أن يضمه إلى صفحه الآن أنا بس أسألك سؤال وبدأ أخذ رأيه لأستاذ إبراهيم هل ترين أنه كان فيه دور طيب ماشي القيادة السياسية قد تقدر بتعمل ولجنة المتابعة قد تقدر أنه بتعمل ولكن لدينا قسم كبير من الباحثين والأكاديميين والمحاضرين والمفروض يكون الناشطين الاجتماعيين وين دور هنا بكل ما يجب؟ هذه القطيعة بين السياسي والجماهيري هي قطيعة سيئة جداً ولا تؤدي إلى الوصول إلى أهدافنا أو إلى تقدمنا السياسي يتغنى من جانب ببحر والجمهور في بحر آخر في واد آخر يجب أن يكون هناك تكاتف ومشاركة فعلية السياسي يستطيع أن يلجأ إلى الأكاديمي إلى المختص في مجال البحث إذا تحدثنا مثلاً عن اللغة العربية يستعين بكدراته يستعين بخبراته يستعين بتجربته يضمه إلى صفه وبالعكس أيضاً هناك قطيعة انفصام ما بين السياسة ما رأيك؟ ما بين السياسة وما بين البحث ما بين رجال الفكر اللي ممكن يكونوا ذراع أنا ما عرف فيه موجودين بس خلينا نقول مش بكثرة يعني بالحالة العامة أنا أتفق أنه فيه هناك نوعاً ما هذا البعد لكن نجحنا بتقليصها حقيقة يعني وأقولها ولا يعني أجامل في هذه المظاهرة الأخيرة ونحن في التحذيرات أقول وبكل صدق يعني شارك في التحذيرات العشرات من المثقفين والأكاديميين والناشطين الاجتماعيين غير المحزبين واللجان الشعبية والأحزاب جميعهم ما كنت ترى هذا المشهد لو أنك كنت مكان يوم وقفت على المسرح المنصة في هذه المظاهرة ونظرت إلى ذلك المشهد إلى هذا النسيج الهائل الذي يمثل فلسطين بكل أطيافها وألوانها لفهمت أخي الكريم عما أتحدث الجميع شارك دون استثناء ما أرجوه أن هذه الفجوة التي تقلصت تستمر في التقلص وتصبح حالة دائمة من التعاون والتكاتف لا أنا أقصد مش بقضية التنظيم وكذا وكل الشغلات أنت بتعرف أستاذ إبراهيم برضو برضو الإشي ما كانش مواجهة للمتابعة حتى في قضية قانون القومية عقدت يعني بدي أرجعك بس يمكن قبل أسبوع تقريبا كان طاولة مستديرة اللي شارك فيها بروفيسور أسعد غانب أنت بتعرف وأيمن أغباري ومجموعة من الباحثين ودائما أني بقعدوا دكتور مهند مصطفى أعتقد كان موجود هناك بقعدوا بحاولوا أن يعطوا النصيحة ورسائل الآن لا أتحدث عن لجنة المتابعة وممكن لن لجنة المتابعة ولكن أيضا أعطوا النصائح والرسائل للقائمة المشتركة هل قيادة الجمهور العربي هل لديها الجاهزية بأن تستمع لهؤلاء وكثير بيحكوا على فكرة إن لم تستمع ستفقد أهليتها في القيادة لا يمكن أن تظل مغلق العينين ولا تسمع ما يدور حولك هؤلاء وناس اجتهدوا تحصلوا على العلم وعلى الفكر وعلى المعرفة ويجب علينا جميعا أن نستمع الواحد مننا إلى الآخر الميداني إلى المثقف والمثقف إلى السياسي وهكذا أخي الكريم يعني أنا أقول لك وبصدق أن معظم الملخصات والمعظم البيانات التي صدرت التي فيها ابتراعات وصلت إلى الجميع واستمعنا إليها جيدا وقرأناها جيدا جزء منها يتحدث عن مناحي استراتيجية ومستوات استراتيجية وجزء منها تحدث على أفعال أو أمور ينصحون بها على الفعل المدى القريب والمتوسط أخي كلها وضعت أمامنا لكن لجلة المتابعة تعمل بإجماع وبتوافق لا يمكن أن أنا أتخذ قرار لا أستطيع أن أتخذ قرار متضرف إلى حد معين دون أن يكون عليه إجماع الأمر الأكيد أن المسألة الاستراتيجية وهو مؤتمر الجماهير العربية لن يتم إلا بتضافر جميع الجهود وأنا من هنا أقول لكل أبناء شعبي بمثقفيه بناشطيه بعامله بكادحيه جميعهم علينا أن نواحد البوصلة بعد أن نبني رؤية سياسية وطنية جامعة واضحة نجدد التعاقب مع أبناء شعبنا نقول لهم يا أبناء شعبنا هذا هو مشروعنا للسنوات العشر أو العشرين القادمة تعالوا بنا نتكاتف حتى ننشح هذا المشروع بهذه الاستراتيجيات وبهذه الأهداف هذه الوسائل حتى ننشح أنا أظن أن القيادة والسياسيين يجب أن يبحثوا أو يتساءلوا لماذا وسائلهم واستراتيجياتهم المختلفة لم تنجح بتجنيد جماهيري لم تنجح بإيقاف التطرف والعنصرية وترجمة الشعارات الرنانة والخطابات إلى أعمال فعلية على أرض الواقع لماذا لم تنجح؟ هذا التساؤل يجب أن يتساءله كل مسؤول وكل سياسي وكل عضو كنيسة وكل منتمي لأي حزب أنا بشكل شخصي مما أتابعه دائما عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا أرى إلا أن السياسة تفرقنا أكثر مما تجمعنا اختلاف بسيط قد يؤدي إلى شجارات ومحادثات وجو مشحون قبل فترة حتى الآن الاختلاف بين مؤيدي بشار ومعارضي بشار يعني وصل لحد التخوين وشطب أسماء لماذا السياسة تعمل بنا هذا التشرذم والتفرق؟ رسالة أخيرة يا سيدا ممكن أنا عندي إجابات بس الوقت يطول ولا يمكن نتحدث به واضح عنه ليش فيه إجابات ليش الناس تختلف بهذا الشكل ويحتد النقاش لكن أنا أقول النقاش صحي الحوار صحي والاختلاف صحي طبيعا أنه يكون مؤيد لبشار ولكن دون تعنيف هي تقول دون تعنيف دون تخوين المشكلة أننا لا نضع الضوابط لهذا الحوار وهذا النقاش المرجو من أبناء الشعب الواحد ومرة أخرى متى نستطيع أن نتجاوز هذه الصغائر عندما يكون الكبير واضح عندما يكون الهدف الكبير واضح عندما تكون الاستراتيجيات واضحة الذي نريده فعلا أن نوضح الأهداف بعد أن توضع الرؤية السياسية وهذا إن لم نضع هذه الرؤية عندها فعلا شعبنا يجب أن يلومنا وكثيرا شكرا جزيلا لكم نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا نعم عدنا من الفاصل إلى موضوع النشاطات الفنية لطلاب المدارس في الناصرة إلى أي حد ينشط طلاب المدارس في الأعمال الفنية في المخيمات الصيفية في مدينة الناصرة هل تشهد مدينة الناصرة صحوة فنية؟ ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى الناصرة للتحدث مع كريم شداد مدير كلية الفنون في مدينة الناصرة أستاذ كريم مساء الخير بداية أستاذ كريم هل حقيقة هناك صحوة فنية في مدينة الناصرة؟ طبعا هذه حقيقة حقيقة وإشيء على مستوى عالي جدا في كل أنحاء الناصرة وكل مؤسسات الناصرة والنواديها وكل اللي يعني بيشتغلوا بهذا الموضوع صحوة كثير بمستوى عالي جدا نعم الآن بموضوع طلاب المدارس طالبات المدارس العطلة الصيفية هل تعرض الأطر المختلفة وبالتحديد المخيمات الصيفية فعاليات نشاطات فنية على هؤلاء الطلاب؟ طبعا طبعا أنا هنا أكم من مركز ثقافي ومراكز خاصة في المخيمات الصيفية اللي هي كانت أبدعت السنة أبدعت في إعطاء الولاد والطلاب المستوى العالي جدا والراحة والثقافي والتربية في مخيماتهم وبحب أذكر يعني بعض منهم إذا كانت تسمع لي كان في عنا مخيمات الناصرة اللي هن أكبر مخيمين مخيم مركز الأحداث الأورتودكسي ومخيم بلدية الناصرة هذا المستوى اللي موجود فينه وأنا بعرف عن قرب يعني إيش اللي بقدموه للطلاب الأشياء الأمور الثقافية والاجتماعية والتربوية كانت الإشي الأولي عنده عندهم نعم واشتغلوا عليهم كثير للطلاب ومشان هيك وكانوا كمان غير الأمور اللي حكيتها كانوا يدعموا ويطوروا المواهب الموجودة في المخيم مش يتركوا الولاد بس يعني روحوا تطويل عبوها نعم بهذا الموضوع التربوي والدعم الفني هل تلاحظ أستاذ كريم أنه يعني في الفترة الأخيرة فيه اهتمام أكثر بتشخيص مواهب الطلاب الفنية والعمل على تحفيزها وتدعيمها نعم موجود يعني والمقياس عاي الشغلي هي كلية الناصر للفنون وبأخذ على كل المؤسسات اللي موجودة يعني اليوم احنا منعلم مش قبل زي قبل عشر سنين وخمس سنين اليوم الاستقبال الولاد والاهتمام فيه مجلات تختلف كتير عن المجلات اللي كانت موجودة أول يعني أنطيق مثال كمان عندي احنا اليوم بالفرصة الصفية مجموعة من شباب وبنات كانوا يحضروا لليوم لكونسلت غنائي شوف كونسلت غنائي من تلحين وغناء الأستاذ فوزي السعدي اللي هن بشتغلوا عليه اليوم أنا كنت أحضر معهن اشي المزبوط يعني تصفن وبرفع الرأس هذا الاشي مش بس عندنا نعم استاذ كريم معذلة لضيق الوقت شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والملاحظات شكرا جزيلا الله يسعدا وياها لبيك أهلا وسهلا نعم وإلى موضوع المكتبات تجهيز الطلاب الطالبات للسنة الدراسية المقبلة إلى أي مدى تقبل العائلات العربية على المكتبات في هذه الفترة ما هي المصروفات وخاصة أن المجتمع العربي مقبل على عيد الأطحى المبارك ماذا عن الأسعار؟ معي هنا في برنامج هذا اليوم رفعة الطهى مدير عام مكتبة المعتز من قرية كفر مندى أستاذ رفعة مساء الخير مساء الخير أهلا مساء الخير أهلا فيك أهلا فيك إذن في مناسبتين في عيد الأطحى المبارك كل عام والجميع بأهلا في خير إن شاء الله مش بكرة يوم الثلاثة واحد عشر ثماني وفي عنا افتتاح السنة الدراسية هل في إقبال الآن بهذا الأسبوع مثلا على المكتبات لتزود بالكتب والدفاتر والدوسيات والقرطصية أولي شيء مساء الخير للجميع كل عام تم خير لكل الأم الإسلامية وخاصة أهل كفر مندى طبعا الوقت اللي بتزامن إسا أنه العيد الأطحى بيأتي مع معاودة للمدارس الإقبال خفيف جدا في عنا مشكلة بالوسط للعربي مش بس بكفر مندى إنه أغلب الأهل بيطلعوا على المجمعات برية البلدان حتى بروحوا على مدن الضفة بيأتيوا بشتروا من المكاتب اللي هي عمليا بيأتيوا بشتروا الكتب تسعيرتي الكتب محدودة من دار النشر إلا فيها شربح طبعا إحنا صحاب المكاتب أنا ببلش بحالي وبعدين بطقل للجميع بسبب أنه عيد ومدارس وفيه الأشي اللي أكبر من هيك اللي هو العراس تعرف كل يوم في عنا عرص مصروفات 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 على العيد ومصروفات على العراس نعم مصروفات على العراس والشغلات كلياتها والعراس اللي هي تعرف عرصين وثلاثة دايما في عنا نحنا كل يوم كل يوم أنا بطلب وبطلب من نفسي أولا وبعدين بطلب من أصحاب المكاتب إنه نتساهل مع الأهالي إنه نعطيهن شروط دفع مريحة الأسعار تكون مريحة بقضية الأسعار مثلا إذا في طلاب الصف الأول قد يكلف تجهيز طالب للسنة الدراسية كتب وقرطسية أول شيء يجب أن تكون عارف من ناحية الكتب المدرسية كلها تسعير حكومية بزبوط يعني عندي وعند غيري ابن الناصر بين كوفرمندا بن سخنين كل المحلات كل المحلات من ناحية الشغلات القرطسية أنت في عندك ولد يمكن أن تشريله شانتي بخمسين يمكن أن تشريله شانتي بمئتين نعم بتعلق شو بدأ إذا بتيجي مثلا للدبق بتيجي للإقلام بشغلات عنها زي حسب الأنوع يعني أنا في عندنا مثلا عندنا بالمكتبي فيه آهل بيجاهزوا ابنه انصف أول بأربعمائة شكل أربعمائة وخمسين وفيه آهل بيجاهزوا ابنه إنه عنده ما فيش عندن غيره بثمانمائة شكل بتعلق شو بإيش بتجاهزله إذا في عندنا شيء مميز مثلا أنا بأحكي بمعرفش هذا موجود عندنا بالوسط العربي بس اليوم عندنا بلاية الأخوات اللي بيشتغلوا وصعب عليهم وفي تارفي مخيمات وليس بشغلات عنها ازاي مثلا إحنا منجلد عندنا بالمكتب ببالاش آه بتجلد الكتب والدفاتر والدفاتر وهي كل الشغلات على حسابك وإنتم على حسابنا الخاص في عنا في عنا صدر يعني أنت خدمة إضافية بتعطيها أي خدمة إضافية منعطيها بتعرف إنه إحنا بدنا نشجح إنه نيجو لأيش يروحوا على المجمعات منافسة اللي مستفيد منها وزبون نعم أنا بأيّد إنه يكون منافسة أنا من الناس اللي بأيّد كان أنا ولا غيري نعم إنه لازم يكون منافسة وإنتي بالأول وآخر لازم تحس لازم تشعر أنت نازل تشعر مع صاحب يعني مع الأهل اللي عنده أربع خمسة أولاد الله يكونوا بعونه مدرسة وعيد وبدو مخيم وبدو يروح فاهم إنتي والإعراس وشغلات والسجاي رحلة أنا حسب رأيّي إنه الوسط إحنا عنا بالوسط العربي نعم بشكل عام يعني أحسن لأروع المجمعات بريد البلد كل أحد يشعر من بلده من بره لأيّد مهم من نين بس المهم إنه المنصاري تضل جوه بصاريش إنك أنت تروع على الكنيون عشان تشعر القرطصية وتيجي تشعر الكتب من عندي اللي حق 250 شاكل أنت ربعان 25 شاكل نعم أنت بتقول تشجيع الاقتصاد في المجتمع العربي المحلي بالمحلات التجارية والمكتبات مش مهم بأي بلد هاي رسالي هاي رسالي أنا حسب رأي مش مهم بأي بلد كان عندي بن ناصر بسخنين حتى في مكتب بحيفا وين ما كان يكون بيهافا عنا أنت أصدق ببلادنا عنا ببلادنا يعني أنا بزعلش إذا ابن كوفرماندا أجل شارع من ابن سخنين لش تتزعل نعم نعم الآن سؤالي بخضية الإقبال وين تغذر الظروة الإقبال بتكون المكتبات والتزود المكتبات احنا صلنا في عنا سنتين منواجه مشكلة المشكلة اللي احنا بنواجهها انه العيد الأضحى بتزامن مع المدرسة يعني احنا كنا نشجع وعملنا تنزلات وعملنا دعايات هنا الأهل تيجي بدرة تيجي أبكر عشان العيد بس اليوم قسم كبير يعني قسم كبير بردش بقول لك أنا بدي عيد اللي بقول لك فيش إقبال مش مزبوط فيه إقبال والناس بلشتري بده تشتري بده تتخلص من شغلة المدارس المشكلة اللي بتصير انك انت بتروح بعد العيد اذا انت بتروح بعد العيد تروح على المكتبة فيه كتب ناقصة لأنه تزودوا المواطنين بها وبدأك تستنى بدأك تستنى أو عندك دور النشر ويبعك تنسى احنا اليوم يعني الكتب اللي عنا كلياتها كتب أصلية مش مزيفي مش مزيفي وحنا تطرقنا لهذا الموضوع هنا في برنامج وانا بأكد وانا بناشد كل صاحب مكتبي كان موجود عنده كتب مزيفي أو كان في عنده حقائب أو ايش مكان يكون مزيفي انا حسب رأي الشخصي انا بناشده من هون بناشده هاي الشغلات يعني بالضر بطلابنا يعني بصرش انت تروح على طالب بصف مثلا صفحة خلنا نقول صفحة 40 هو بتعلم هو بتعلمش الله يعطيك العافية على هذه النصائح والرسائل ونأمل للجميع ايضا يعني عيد مبارك عيد الأطحاء المبارك وسنة دراسية موفقة ان شاء الله شكرا جزيلا لك وانا من هون بقول اخرى مرة كن عمت بخير وان شاء الله بتنعمد علينا سنت خير وسلام ومحبة مدير عام مكتبة المعتز رفعتها شكرا جزيلا لك من كفر مندى نخرج الان لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية اخرى كنوا معنا نعم عدنا من الفاصل مصرحية صنعة الحياة تعالج العلاقات الزوجية والعزوبية الفنان المصرحي المخرج والمحاضر الجامعي عماد جبرين اخرج وعرب نص هذه المصرحية مصرحية صنعة الحياة ما يا فكرة المصرحية وإلى ماذا تهدف معي هنا في برنامج جزاء اليوم الفنان عماد جبرين مخرج محاضر جامعي وقام بتعريب هذا النص نص المصرحية الأخ الفنان عماد جبرين مساء الخير أهلا أخي بلال أهلا وسهلا بك إذن مسرحية صنعة الحياة ليش هذا الاسم صنعة الحياة هي مسرحية معربة من كاتب إسرائيلي اللي هو له اسم عالم كبير حنوخ ليفين أحد القومات الفنية الكبيرة المصرحية إسرائيليا وعالميا فإحنا كان بمسرح السراية وأنا شخصيا كان عندي تصور أنه لازم يكون لقاء ثقافات وخاصة أنه المصرحية تزامنت نعم مع قانون المواطني الجائر قومية نعم قانون القومية الجائر بحق المواطنين العرب الداخل فالأبعاد تلاقت وهي أفضل طريقة حسب رأيي يعني كان من ناحية مسرحية أن نشارك بهذا النضال بلقاء ثقافات اللي هو يتجاوز حواجز العرق الدين والطائف وتعالج هذه المصرحية مصرحية صنعة الحياة تعالج مثل ما ذكرت العلاقات الزوجية والعزوبية طبعا هي مسرحية فلسفية المصرحية تعالج عمليا الموضوع التزاوج القصري الإكراهي نعم بمفهوم المفروض علينا بالعلاقات الزوجية على وجه الخصوص والعلاقات الإنسانية على وجه العموم نعم أنه الشخصيات بالمصرحية كما بالحياة مش دائما الناس في عندها قدرة على تحمل بعض الزوجية مؤسسة اللي هي شائكة مركبة لكن الخيار الوحدة والعزوبية الأبدية هو أصعب يعني أنت عكست يعني عكست القطبين يعني خلينا نقول يعني العلاقات الزوجية الزواج كمؤسسة كأسرة كعائلة وفيه الإنعزالية والوحدة مئة ماشي قضية العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية أوكي ماشي مفهوم كيف عكست قضية العزل والوحدة بأي طريقة طلع الإزدواجية إحنا البشر في عندهم إزدواجية بالشعور تجاه مؤسسة الزواج اللي هي بتكون مؤسسة وفيقة وعمليا فيه رباط 24 ساعة على مدار الساعة نعم ففيه إزدواجية ومن ناحية فيه طواقين للحرية المطلقة وأنه يعني هو كأنه تنزل أعباء الزوجية والمسؤوليات هاي ومن ناحية ثانية لما يجربوا الوحدة الوحدة القاتلة في ليلة شتاء باردة حسب المسرحية بيرجعوا للحياة الزوجية مع كل يرجعون إلى المصاري الطبيعي مصاري إلى الزواج هو المصارين طبيعيات يعني إذا فيه إنسان باختار أنه ما بده يتجوز ودعيش الحرية المطلقة لا أنا أقصد ما فرضته الطبيعة التزاوج التكاثر نعم هذا ما قصدت طبعا وافقوك نعم الآن بموضوع المصرح بما أنه أنت محاضر وفي هذا المجال مجال المصرح هل هناك إقبال من قبل أبنائنا وبناتنا في المجتمع العربي على دراسة موضوع المصرح طبعا فيه فيه إقبال وفيه إقبال كمان من ناحية مش إنه فيه تخصص يعني فيه كثير طلاب اللي ما بدهم يتخصصوا المصرح لكن بدهم يفتحوا أفاقهم بهذا المجال وأنا ما أفهم من تجربتي سنوات طويلة كمحاضر في الجامعة المفتوحة بالداخل طلاب عرب وطالبات عربيات كثر اللي هم حسب رأي كفؤين جدا من حيث البحث موضوع المصرح نظريا وعمليا نعم حتى لو ما كانش تخصص كامل فيه أطر أخرى للتخصص الكامل ودراسات التمثيل أنا درست كمان بأكاديمية الدراما وما زلت بمدينة رمالة بشكل مرات ثابت مرات متقطع فنعم فيه إقبال وهذا إشي اللي هو يفلج الصدر التمثيل المصرحي هل هو يعني يمكن أن نعده موهبة أم يجب دراسة هذا المجال ولا الجمع بين بين هذين الطرفين عشان يكون الإنسان ممثل أو مخرج أو عامل في أي من مركبات العمل المصرحي مطلوب أنه يكون قدرة مولودة مع الإنسان بس هذه القدرة لا تكفي برأيي إنما يجب اكتساب التأهيل المهني والنظري مثلا من مصرحية زي صنعة الحياة اللي بنتجها مسرح السراية بيافة مسرح مهني في عنا طاقم ممثلين رائعين اللي هم واضح إنه في عندهم شيء من الولادة بس هم كلهم خريجين معاهد عليا بالتمثيل نعم وأحب أذكر طبعا الفنانين المشاركين الممثلين يعني أنا المخرج معرب الناس الممثلين هم نعم موسى زحالقة رائدة أدون وزوار بهلول نعم زوار بهلول زوار بهلول نعم نعم إذن هؤلاء الممثلين الممثلين عكل حال شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية بالتقدم وبالنجاح من خلال هذا العمل الذي فيه أيضا فائدة لمجتمعنا فائدة كبيرة وحسب رأي هو بعالج مواضيع فيه أنا أدخلت بالتعريب والعداد المسرحي البعد المحلي نعتبعنا بموضوع النساء وحتى العنف ضد النساء والتعامل السوفيني مع النساء وصلت الرسالي نعم وصلت الرسالي شكرا جزيلا لك الفنان عمد جبرين شكرا جزيلا إذن معرض ألوان لفنانين وفنانات من المثلث تم تنظيمه فنشاهد معا مجموعة من اللقاءات أجرها الزميل محمد غانم فنشاهد معا أنا صراحة من زمان زمان أنا بحب الفن وبرسم من وراء صغيرة بما إني مرشحة العضوية بلديت الطيرات شفت بنات اللي هني بحاجة إلى دعم تواصلت معهن عن طريق الفيس تشجعن جمعن بلوحاتهن أنا واقفة قدام لوحة لإلي لما رسمتها كان كل فكري إنها تعبر عن إشي جواتي اللي كان بوقتها البنت اللي بترمح وراء أحلامها وراء طموحاتها اللي بتغيّل عوالمها أنا كفرناني تشكيلية معنية في إنه فني يوصل للمجتمع اللي أنا عايشي فيه وخاصة بلدي في المسدس والرصاصة اللي حبتي بكيان بعاد عن بعض إنت لما تحمل مسدس إنت بتعرفي شو مصيرها هذي الطرق هلواندي راح تأدي لما تحمل الفرق زي ما صار عندك بالفترة برضو بالطيبة بكت كعادي مرة بدارها وبالعرص تخو أجد فيها وماتت يعني بكت شير سعب هالإشي عندي موهبة يعني بالرصم وأنا حبيت أطورها وبعن طريقة فوت يعني الدورات وهيت ميولي طبعا أزيد يعني للطبيعة والفنون بشجع كثير أنه يظلهم يعني يكرروا هاي المعارض لأنه بالنسبة لي مثلا بكت تشجيع كبير وأكيد لغيري في تشجيع أنه أنت مش بس بترسم لنفسك بالعكس بترسم وتعرض للناس هني اللي شاركين في الرسم في عشر صبايا من البلد واحد من جات هنتين طيبة واحد من كفر برا شاركين وحبين إن هني يرسومن ويطلعن كل مواهبهن هذا أولى معارض المنتدى التشكيلي التراوي رح يكون لك قدام رح يكون دعم لكثير بنات اللي برسومن المحدة بعرفهن إلى هنا ننهي برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر أطيب الأمنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل المحرر الرئيسي لبرنامجة اليوم فريدة جابر برانسي مخرج قناة تالساري جابر مدير التسويق في القناة سامي جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاطة نلتقي بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة